لم يعد للعراق من مفهوم الدولة إلا الاسم والرسم أما طبيعة الحكم وشكله وتصرفات أحزابه فلا تكاد تتعدى أن تكون نسخة مصغرة عن النظام الإيراني وبالأحرى جماعة تابعة لنظرية الخميني واقع العراق هذا يدركه كل من يتعامل مع الحكومات المتعاقبة بما في ذلك سفراء الدول والمبعوثون الأمميون إلا أن الذين رسموا خريطة العراق الجديد بعد الغزو الأمريكي لا يريدون للأحزاب أن تعلن بشكل صريح تبعية العراق لولاية الفقيه حتى تتمكن من تسويق النظام السياسي الجديد دوليا وتفرض على الدول الإقليمية التعامل معه على المستوى الرسمي ومنذ أن تعظمت سطوة الميليشيات على الدولة واستحكمت بمفاصل المؤسسات أصبح زعماؤها أكثر جرأة على التصريح بتبعيتهم للنظام الإيراني ويجاهرون بالعداء لدول المنطقة ويهددونها على أساس طائفي ومنذ عام 2018 بدأت الأحزاب التابعة لإيران تعد مخططا لإعلان العراق رسميا دولة تابعة لمشروع الولي الفقيه بحسب ما أكده ناشطون التابعون لهذه الأحزاب إلا أن ثورة تشرين أخرت هذا المخطط وأظهرت كتلة وطنية صلبة دفعت وكلاء إيران إلى العودة لأسلوب المراوغة السياسية عبر التصرف بدبلوماسية في الوسط الإقليمي بينما حقيقة النظام السياسي ظلت على حالها التوترات الإقليمية ولسيما المتعلقة بصراع المصالح بين أمريكا وإيران زادت من إرباك الأحزاب في العراق فهي من جهة لا تخفي اصطفافها مع إيران والانخراط في خدمة مشروعها ومن جهة أخرى تدرك حاجتها للدعم الأمريكي للحفاظ على مواقعها بالسلطة مراقبون للوضع الإقليمي أكدوا أن دول المنطقة ستظل في حالة عدم استقرار وخوف من توترات جديدة طالما لم يتغير النظام الحاكم في العراق بجميع رموزه وأحزابه